في فلسطين أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها شرعت في بناء جدار إسمنتي على طول الحدود مع قطاع غزة بذريعة منع عمليات التسلل وبحسب مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال فإن عمق الحاجز الخرساني سيبلغ عشرات الأمتار تقرر تشيد بنائه على خطة قدمتها الأجهزة الأمنية للتعامل مع الأنفاق على الحدود ومن المتوقع أن تبلغ كلفة بناء الجدار أكثر من نصف مليار دولار وسيمتد على طول الحدود مع قطاع غزة وفق المسؤولين الذين أشاروا إلى أن المشروع سيستغرق سنوات